لقد جنا الليل وعان وقت الهجوم هاجموهم كالذئاب الضارية واحرموهم نوم الليل هيا واذا وراءك يا ابن مقصود؟ فرسان عرب يهاجموننا في الليل والنهار حتى أنهكونا وأكثروا فينا القتل والجراح لن يردعني شرجمة عما عزمت فما الرأي يا مولاي؟ جرهم إلى معركة واكمنوا لهم واقتني بسادتهم أسرع أمر مولاي بحاجمان الجيسي وأنا أبرهة عيحكما أيها لكن أعددت لكما أيها الملك ماذا يفيدك قتلنا؟ استبقنا فقد نفيده عيحك كيف تقاتلني؟ إنك ذاهب لغزو حرم الله وبيته الحرام الذي يقدسه العرب جميعاً إلا قلة منهم وهذا ما لا يسمح به بيت أصنام وأوسان يقدسه العرب أليس الأفضل لهم أن يدخلوا المسيحية فنكون شعباً واحداً ويكون خلاصهم في الدنيا والآخرة لا يكون الدين بالإكراه لسوف أكره العرب على الدخول في المسيحية ولسوف أهدم كومة الحجارة التي تسمونها الكعبة وماذا عن إلياء المقدسة وكنيسة القيامة والمهد ذاك بيت الله وليس ما تزعمون أيها الملك لسوف يبلغ الكتاب أجله أي أجل هذا؟ منذ دهر رأى الملك الحميري ربيعة بن مصر حلماً وها هو يتحقق الآن حرفاً بحرف قال شقاً وسطيحاً في تأويله لسوف يغزوكم الحبش وينزيون بأرضكم ثم يخرجون منها على يدي رجل من آل فيزن ثم يأتي نبي يكون له الملك حتى يوم القيامة ماذا تقول؟ كما سمعت أيها الملك فارجع بشيشك إن الكعبة بيت الله وهي لا ترام ولا طالما قسمت ظهور الجبابرة لن يخيفني بيت أوسان لسوف أهدمه وسطرون بأم أعينكم كيف أنه لن يحدث لي شيء خذوهما خذوهما هكذا مقيدين إلى أن أصل مكة فأرى رأيي فيهما ما هي أخبار عبد الله وآمنة يا هالة؟ إنهما بخير لكنها في أشهر الحملة الأخيرة يا بركة كوني مع آمنة فأني وهبتك لها ولعبد الله يا عين ما أسعدني إنهما أحب الخلق إلي يا لبركة حدثيني يا هالة هل آمنة متعبة من حملها؟ حدثتني بأمر غريب قالت لي بأنها حلمت بأن نورا قد خرج منها أضاء لها قصور الشام والعراقي تالله إنها لرؤيا انتبهوا له وأعدوا ركائبكم فإن هذا الطاغي يبغي بنا شرا مستطيرا أبي أنا تركه يغزونا لقد تخلى عنا العرب وإني أتشاور مع ملأ مكة على أمر هذا البلاء ولدي يا عبد الله اذهب واحذر لنا جيش أبرها عبد الله كيف ترميه للتهلق يا عبد المطلق؟ لا تخافي عليه يا فاطمة إنه أسد هصور ويلي عليك يا ولدي مرة تنذر للذبح وأخرى تتعرض للأشرم التاغية لا تخشي عليه يا فاطمة إنه شجاع والله إنه أحب بني إلي ولكن دونكم آمنة لا تتركوها أنا حناط الحميري قائد جيش الملك أبرها وماذا تريد يا حناطة؟ الملك يقول إنه لم يأتي إلى هنا لحربكم بل أتى لهدم هذا البيت فإن لم تتعرضوا له بحرب فلا حاجة له بدمائكم ونحن لا نريد حربا وما لنا به من طاقة هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم فإن يمنعه فهو بيته وحرمه وإن يخلي بينه وبين بيته فوالله ما لنا دفع له إذن تعالى معي فالملك يطلبه كم مرة من السنين على غزو الأحباش لليمن؟ لقد غزوها أكثر من مرة لنقل منذ هبط الأحباش اليمن آخر مرة مرة ما يقارب ستين عاما ولكن لماذا تسأل؟ أتفكر في رؤية الملك ربيعة بن نصر وتأويل الشقق وسطيح لا فإن كان ذاكي ورقة فقد اقترب أوان نبي الرحمة أرى الدلائل تشير إلى ذلك ما في ذلك ريب اجلس يا سيدة بكة إنما بعثت في هسركم لأخبركم بأنني لم آتي لغزوكم ولأتيت لهدم بيت أصنامكم ولا حاجة لي في حربكم ونحن لا تقتلنا بحربكم ولكن جندك ساقوا أنعامنا وعيرنا ومعظمها نذور لرب الكعبة فردها علينا إذا كنت كما قلت لم تأتي لغزو قد كنت بلأت عيني حينما رأيتك ولكنك نقصت حينما طلبت الأنعام والإبل ولم تطلب مني ألا أهدم بيت أصنامكم نعطيك ثلث أرزاق تهامة وتمورها على أن تعود عنا أيها الملك ما قولك يا سيد مكة؟ موافق على ذلك ولكن أيها الملك هل كنت تمتنع عن هدم بيت الله الحرام لو طلبت منك ذلك؟ لا لن أمتنع وإنني لأأمل أن تدخلوا المسيحية كلكم لا إكراه في الدين لقد حاول كسرى أن يكره جدي عبد مناف على اعتناق المجوسية وهدده بالذبح إلا أنه أبى هكذا إذن تريدون أنعامكم وإبلكم بلى أنا رب الإبل أما البيت الحرام فله رب يحمي أيها الملك ما هاجم البيت ملك إلا قصمه وحطم ملكها إني أنصح لك لا تفعل لا تكونوا تبعا لي وتبقون سادة على قبائلكم وتصيرون كما صارت حمير وليمن قريش وكنان لقاح لا تملك ولا تملك ونحن لا نتبع ملك ولا نكون مع ملك على آخر نحن جيران بيت الله المقدس وسدنا دون فما لنا وللملك والملك حرب وقتل وقتال وسبي ذرار وفجور عفنا أيها الملك لا شأن لنا بهذا الأمر عيد لسيدي مكة أنعامه وإبله بوركت أيها الملك